أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الطلاب سنكمل بالدرس الرابع من دولة البكالوريا في هذا الدرس مفترض أن الطلاب حفظوا الكلمات وسنبدأ بالكتاب الكتاب هو كتاب الـ Activity مثل ما نرى وهذا هو الكتاب سنذهب للنص الأول أو لـ Page 4 وهي هي الصفحة 4 هنا لدينا نص قبل ما نبدأ بالنص قبل ما نحل أي شيء قبل ما نحل الكلمات قبل ما نحل الأسئلة هنا لدينا نص النص كما نلاحظينه ملون بعدة ألوان هذه الألوان تدل على كل جملة في كل جملة هنا يلون بلون أحمر أخضر أصفر وعلى آخره قبل ما نبدأ بالنص ونترجم النص سوف نأخذ فكرة الفكرة هي أنه سوف نتعلم شيء اسمه خريطة ظهنية خريطة ظهنية هي مثل هذا الشيء سوف نحاول أن نفهم النص باللغة العربية شبه أنه نحفظه فقط شبه أنه نحفظ النص بحيث أنه نحسن نجاوب على الأسئلة ما بعد ما نفهم النص وشبه أن نفهم الأفكار ونحفظه تقريبا سوف نبدأ بترجمة الكلمات الآن النص بداية بحكي عن سلطات القانون الدولي أنتم لا مطلوب منكم غير تشوفوا الصور التي سوف أحكي هذا الشيء مو مطلوب لا مو مطلوب منكم مطلوب فقط نرى هذه الكلمات طبعا النص ببدأ بالجملة الأولى بحكي عن ميثاق جينيف وميثاق جينيف هذا هو مثل ما ملاحظينه هو ميثاق جينيف جينيف هي مدينة في سويسرا معروفة فأعرف لي ميثاق جينيف هو مجموعة من القوانين الدولية وشغلة هذا الميثاق هو أنه يحمي المدنيين فشغلته الأساسي أول شيء يحمي المدنيين ويحمي الجنود المصابين في وقت الحرب وقت يكون عندنا حرب فهو شغلته أنه يحمي المدنيين والجنود المصابين هذه بالنسبة له ميثاق جينيف هذه الجملة الأولى الجملة الثانية يقول لي أنه الميثاق أو القانون الذي هو هذا يضمن أن الناس يتعاملوا بشكل جيد وباحترام هذا هو القانون الذي نكتبه معناته في البداية ميثاق جينيف هو مجموعة من القوانين الدولية التي تحمي الجنود المصابين والمدنيين في أثناء الحرب الجملة الثانية يضمن أنه الناس أو يضمن أنه يعملوا بشكل جيد وباحترام الجملة الثالثة يقول لي أنه القانون أو الاتفاقية كتبت أول مرة في عام 1864 ولكن عبر الزمان تم تغييرها بسبب ظروف مختلفة أو بسبب ظروف مختلفة من الحرب الجملة الرابعة يقول لي إياها أنه تم تحديث هذا القانون الذي هو قانون أو ميثاق جينيف بشكل رئيسي بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1949 الحرب العالمية الثانية حدثت قبل 1949 تم تحديثه في 1949 مع تنكتب في 1864 وتم تحديثه في عام 1949 الجملة اللي بعدها سوريا هي واحدة من الدول اللي وافقت تنضم أو تكون ضمن دول العالم الميتين اللي دخلوا بها اتفاقية اتفاقية جينيف معنى سوريا هي أحد دول اللي وقعت على ميثاق جينيف بعد هنا بالجملة البعدها الاتفاقية كتير مهمة مهمة كما شايفين هنا الكلمة كتير مهمة الاتفاقية لأنه في زمن الحرب وقت تصير في حرب فأنه الدولة اللي بصير فيها حرب تحتاج لمنظمة هذه المنظمة نوعها محايدة يعني ما مع طرف ما مع أحد الأطراف لا مع هدول ولا مع هدول وتكون هذه المنظمة تعتني بالمدنيين أو الناس والجنود الجرحة فمعتها نحن نريد بقيتنا 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 هذه العملية جدا مهمة الجملة البعد بقيتنا الصليب الأحمر اي عفواً الهلال الأحمر طبعاً هي تساعد الناس خلال أوقات سلم عفواً الهلال الأحمر حَي simple الهلال الأحمر هو واحد من المنظمات الهلال الأحمر Red Crescent Red Crescent هو الهلال واحد من النظمات التي يُساعد بيُقدم مساعدة Aid أو Help أوقات الحرب وهو أحد المنظمات Gentlemen بين المنظمة في أوقات الحرب طيب أيضا يساعد الناس المصابين في أوقات السلم ليس فقط في الحرب في أوقات السلم وممكن أن ترى سيارة أسعاف موجود عليها علامة الهلال الهلال الأحمر وهي كلمة رمز في الشارع رمز في الشارع رمز الفكرة اللي بعدها بحكي عن الفكرة اللي بعدها طبعا بالنسبة إلى الدول عفوا الدول اللي بتتبع هاي الاتفاقية ما لازم تهاجم المدنيين ولا الجنود اللي ينصابوا من قبل فإذا كان فيه جندي مصاب حسب الاتفاقية ما بصير ينهاجمه ما بصير ينهاجم مدنيا حسب الاتفاقية اللي بعده ما نشوف انه يقولونا هون انه ليس من القانون مو قانون حسب هاي الاتفاقية نتجاهل اغنور اغنور يتجاهل نتجاهل هاي القوانين واذا وجدنا بلد مذنبة اذا وجدنا بلد مذنبة او اذا وجدنا بلد مذنبة بهذا الشي فرح تتحاكم ورح تعاقب بشكل كبير رح تتحاكم ورح تعاقب بشكل كبير فمنا ننتبه اي بلد وجدت عب تتجاهل هاي القوانين فرح تكون مذنبة او اذا كانت مذنبة فرح تتحاكم يعني رح تتعاقب بشكل كبير الجملة اللي بعدها عب قل لي كل سوليجيرس يعني الجنود المدنيين المساجين يجب ان يقدم رعاية الطبية من الدكاترة والممرضات ويمكن ان يقلوا ايضا الى المشفى معناته الجنود والمدنيين والمساجين ممكن ان يقدم لهم ورعاية من الطبية والممرضات وحتى يمكن ان ننقلهم الى المشفى بدون طبعا ما نهاجمون او نعمل لهم شيء اكيد اولي الفكرة اللي بعدها يمكن ايضا نقدم الطعام للاشخاص اللي المشفى المشفى بمعنى صراع المشفى يعني منخريطين منخريطين يعني مشتركين في الصراع فاكيد كمان نقدم لهم طعام ما ونو منقول انتم من ضمن هالشخاص ما منقدم لكم طعام الجملة اللي بعدها بتقول حسب اتفاقات جينيف فلاياهم ما هو دين الشخص ما هو جنسه ما هو جنسيته ما هو اراءه السياسية سياسية نشنولاتي جنسية جندر جنس ما بهمنا شو هنن هاي الشغلات كلها فاذا كان الشخص مريض يجب ان نعالجه بدون تحييز بدون تحييز هذا كل شيء بالنسبة للنص الاول مثل ما شايفينه باختصار سريعا خلينا نراجع النص سريع النص بحكي عن اتفاقية جينيف وبقول انه هي مجموعة من القوانين الدولية بتحمي الجنود المصابين مصابين حصرا والمدنيين في اوقات الحرب حسب الاتفاقية لازم انه نعالج بشكل جيد وباحترام تغير اتفاقية عبر الزمان هي انكتبت اول مرة 1864 ولكن بشكل رئيسي الشكل الرئيسي الى اللي تم تحديثه هو 1949 سوريا واحد من الدول اللي توقعت على اتفاقية واللي هن الميتين دولة هي واحد من الميتين دولة في العالم الوقت على اتفاقية من المهم وقت الحرب يكون في منظمة حيادية في وقت الحرب لحتى تعتني بالمصابين وبالمدنيين وبالجنود الهلال الاحمر هو واحد من منظمات تقدم المساعدة في وقت الحرب في وقت السلم كمان بقدم مساعدة الى المصابين وممكن تشوفو سيارة الهلال الاحمر في الشارع هذا هو رمز سيمبل الهلال الاحمر الدول اللي تخطع للاتفاقين ما بصر تهاجم عسكريين أو عساكر وصيبهم من قبل وما بصر تهاجم مدنيين ما لازم نتجاهل إجنور هذه الاتفاقية إذا في شيء دولة كانت مذنبة رح تتحاكم وتعطب بشكل قاسي كل الجنود المدنيين المساجين يقدم لهم مساعدة من الأطباء والممرضات ويمكن ينقلوا أيضا للمشفى بدون أين يهاجموا أبل آخر شيء ممكن نقدم الطعام أيضا للناس الموجودين حتى في الحرب يعني الأطراف المحاربة ممكن يقدم للطعام لأنه هدف إنساني حسب الاتفاقية مبهم دين الشخص جنسه جنسيته أراءه السياسية إذا كان مريض بغض النظر عن هذه الشغلات فيجب أن يطبب أو يعالج بدون تحيز موسيقى